يجب على حكومة الإقليم تزديد 10% من الرواتب الموظفين المدخرة لأنه كان يستقطعون جزء من الرواتب الموظفين وصار سنوات وصار سنوات فوضعوا هذا لإلزام حكومة الإقليم لتزديد يعني أنا أعتقد أنه بالعكس هذا هم مصلحة شعبية لأنه هم شعبهم وجمهورهم وموظفينهم بس إرهاق الموازنتهم أكيد يعني أو تشويش على عملهم هو المشكلة أصلا هو هذا محسوب يعني أنت من استقطعتها حتى وإن كانت الأمور مجيدة لكن كان نصدر نفوط والنفوط ما كان يسلم إلى الحكومة الاتحادية فبالتالي أكو يعني يفترض الآن أكو رصيد هسد يطالبون 10% ما هو مصلت إلى استقطاعات إلى 50% في بعض الأشهر ف10% ممكن يصير التفاول على 5% طيب موضوع المنافذ قوى السيطرة على إدارة الملف الحدودي بنحو مباشر من الحكومة الاتحادية مو بس هذا يعني هو الشرط الشرط اللي معترضين عليه الشرط الفعلي أنه تسلم إرادات المنافذ يعني بالنص السابق اللي موجود بالموازنة أنه تأخذ حصة الإقليم شهريا ويتم التحاسب كل ثلاثة أشهر ويتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي يعني يصير التسوية بعد ثلاثة شهر الآن الأخوة باللجنة المالية وضعوا شرط أنه لا يسلم شهر بشهر وانسلمك شهر بشهر يعني أعتقد الموضوع أيضا تدقيقي هذا يعني مو فد مشكلة أنت طالما أنت كنيا للتسليم فما يفرق عليك وراء ثلاثة شهر وراء شهر وراء ستة شهر بكل الأحوال أنت مسلم طيب إذا أجينا نقطة البنك المركزي ليش هذه تصير محل اختلاف هو أنا ما أعرف ليش يصير نقطة اختلاف خاصة وأنه أكون فرع للبنك المركزي في أربيل وفي سليمانية فبالتالي يعني هو سيكون وكيلكم يمكم لكن يردون في حساب دولي اللي هو السيتي بانك الأمريكي حتى يمكن يكون غير خاضع للرقابة والتدقيق يعني ممكن يكون واحدة من الهواجس أنه ممكن تتوقف هذا الحساب ممكن لأنه أيضا رح يمول من بغداد يعني فرع البنك المركزي اللي في قليم كردستان عندما تأتي عوائد النفط من سومو من شركة سومو ويفترض أن ينقل إلى أربيل ممكن يعني طبعا هذه الهواجس موجودة طيب هو النفط إذا تولت إدارته شركة سومو الحساب وإن كان مفتوح بمصرف أجنبي خارج العراق همين التمويري مو التقسيم يصير من البنك الاحتياط الفيدرالي أنه يجي لحساب البنك المركزي أو يذهب إلى حساب سيتي بانك هذا شلون هذا ينحسب الموضوع لا هو هذا الموضوع فني يعني ممكن يتم الاتفاق على هذه النقطة أنا ما أعتقد هذه النقطة الخلافية الجوهرية بقدر ما أنه يعني اللي تحدثت عنها قبل شوية اللي هو تسليم النفط تسليم النفط حتى تسليم النفط هم وافقوا عليه يعني مثلا العشرة بالمية هذه وحدة من المشاكل لا التسليم الأول بأول يعني شون تسليم يعني أنت سلمني الإرادات مع المنافذ الحدودية هذا الشهر وأني أسلمك استحقاقاتك من الموازنة العامة بالموازنة إجا النص يقول بعد ثلاثة أشهر يجري عملية التدقيق وعملية التسوية والمطابقة